عروس المرجان القالة تستعد بريقها هذه السنة تحذيرات كبيرة بالتنسيق مع مختلف المديريات من مديرية السياحة التجارة والحماية المدنية لإنجاح موسم الصياف وكذنية مسؤولها على النهوض بهذا القطاع الهام بلدية القالة على أتم الاستعداد وبدأنا التحذيرات منذ مدة في إطار النظافة تزيين المحيط أيضا تعاقد مع شركة خاصة للدوم والمحافظة على نظافة المحيط أيضا تجديد شبكة الإنارة خاصة عبر الأحياء ووسط المدينة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل التكفل الجيد بعملية الرقابة ولذلك تم تخصيص أزيد من 54 فرقة رقابة تنشط أو تعمل طيلة الأسبوع وتغطي كل بلدية ولاية الطرف فتح العديد من الفنادق والشواطئ الجديدة وكذا تصطير برنامجا ثقافيا متنوع استعدادات على قدم وساق لاستقبال زوار المدينة على أحسن وجهة طرفة ولاية الطرف سنة الماضية حريق غابات مهولة ولتفادي مثل هذه الصائفة تم تجنيد وتحضير لها مبكرا مع تسخير كل وسائل البشرية لموجودة على مستوى كل هيئات العمومية والخاصة 17 انشاط ره مفتوح للسباحة ومجهزين بكل لوازم الراحة والأمان وأيضا 24 مؤسسة فندقية توفر أزيد من ألفين سرير وغابات راحة واستجمام عددها أربعة وأيضا حديقة للتسلية والترفيه وحضرة مائية كل هذه المرافق ره مفتوحة ومجهزة لاستقبال المصطفين تطمح السلطات الولائية بالطرف أن تكون صائفة 2023 مميزة لاستقطاب الولاية قرابة أربعة ملايين مصطف كتوقعات في ظل تهيئة السلطات لجامع المرافق